طب هل نفترض في أسوأ الظروف أو في أسوأ الأحيان يعني حد ما تمش علاجه منه صغير حتى لما بلغ هل بعد كده ده ممكن يؤثر في الإنجاب أو ممكن مثلا يبقى عنده تأخر في الإنجاب فانا اكتشف بعد كده أن السبب الرئيسي هو صغر حجم العضو الذكري ده سؤال ممتاز الصغر العضو الذكري ممكن يؤثر في الإنجاب إذا كان درجة جديدة جدا جدا من صغر العضو الذكري يعني لو درجة الصغر دي درجة كبيرة جدا حيمتنع أن يحصل علاقة طبيعية ما بين الزوج والزوجة والسائل المنوي غالبا هينزل برة المهبل وبالتالي مش هيحصل إنجاب دي نقطة إنما لو صغر العضو الذكري مش درجة جديدة درجة متوسطة وبيحصل جماع ما بين الزوج والزوجة غالبا بتبقى المشكلة النفسية فقط يعني فيه دراسات كتيرة اتعملت ولقوا إن ما فيش علاقة قوية ما بين طول العضو الذكري ودرجة رضا الزوجة المشكلة في المقام الأول بتبقى مشكلة نفسية عند الزوج هو حاسس إن العضو الذكري بتاعه مش بالطول المناسب ولكن ده مدايقه نفسيا ولكن الزوجة ده مش مأثر عليها هي مش مدايقة خالص قصة بتبقى عند الزوج إمتى الزوجة تتأثر لو الدرجة جديدة جدا 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 يمتنع عندها حدوث علاقة طبيعية ما بين الزوج وزوجته وتحصل مشكلة في العلاقة وتحصل مشكلة في الإنجاب